السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشاف صلاح البطني قبل ما نبدأوا فيديو تانات عنها اليوم لا تنسوا تصلي وتسلموا على رسول الله لأفضل الصلاوات اليوم إن شاء الله جيتكم فيديو متنوع فيه الحلو والمالح الوصفة الأولى هي عبارة عن ميني مطلوع محشي بحشوة بزاف بلينة والعجينة خفيفة وتحضرها أيضا بكل سهولة أما بالنسبة الوصفة الثانية اللي هو الحلو هي عبارة عن صباعات بعاجنا اقتصادية وملاهوثين في الصكر بزاف بلينة أنا صراحة إن كرحت للبحر الأختعية هي لحضرتهم لي وتلموا سهلين وبزاف بلينة حبيت نشاركهم معكم سرتول أطفال تحنا رح يدخلوا ذلك المدارس قدرت أعطيهم لهم في اللومجة قدرت أعطيهم لهم فطر الصباح فطر المساء وإذا كنتي في البحر تقدرت أعطيهم لهم معك اللي بحر تشربهم مع حليب ولا مع قهوة ولا مع لتي رو عروة نبدأ ذلك على بركة لهم مع طريقة تحضير العجين المطلوع أول حاجة رح نكيل بهذا العلبة المارغارين درت علبة سميد وعلبة ماء مدافئة بطبيعة الحال ملعقة تأكل سكر وملعقة ملوئة أيضا تأكل خميرة الخبز أنا سميد استعملت سميد عادي المهم رطب وخلص استعملت سباك تأكل دارك تأكل كسرة أيضا درت زوج ملعقة كبارة زيت وخلطهم اللي هنا بالبراميكسر نخلطوهم جيدا حوالي ثلث دقايق فقط لأنه العجين تعنا رهو بدون دلك بدون عجن بكل سهولة من بعد هنا نغطيه العجين تعنا في هاد المرحلة ونخليه حتين يضعف الحجم تعهو حوالي نصف ساعة المهم حتين تشوفوه الضعف الحجم تعهو من بعد هنا نعودو نفتحوه عليه ونزيدو الملعقة تأكل تكون مارغارين بدرجة حالة الغرفة وملعقة ونصف صغيرة نتعملح يعني الملعقة الصغيرة ونضيفوه نبدوه ونضيفوه فرينا بالتتريج أنا مش رح نقولكم الكيل المحدد تعرف علينا ولكن نضيفوه حتين تحصلوا على العجين يكون نوعا ما يتمسك في الإيد فقط ندلكوه حوالي ثلث دقايق وراح يتليسانا ويصبح كما نقولو احنا متجانس نعودوه نحطوه في ذلك الرسيبيون ونعودوه هنا نغطيه عليه ونخليه وحتين يضعف الحجم تعهو الوقت اللي نخليوه احنا العجين المطلوع تعنا يضعف الحجم تعهوه ونخدموه الحشوة عندي الهنا في مقل ندلو شوية زيت حبة تعبس القطاع مربعات صغيرة نضبلوها شوية من بعد الهنا نجيبوه كميه من الفيونداشي كما ممكن ندلو بولي اشيل مهم وش عندكم انتوما ومن بعد الهنا الكرازيو هذك الفيونداشي هذك نزيدو لها شوية تعال معدنوس تقدروا تدلو زيتون اخضر تدلو الشامبينيون ووش تحبوه بالنسبة لتوابل درت الفلفل لكحل عندي ايضا شوية تعال كسبر وشوية انتعال الثوم غبرة والملح فقط واللي هنا نخليوه هذ الخالي تعنا او الفيونداشي تعنا الطيب في عقلها حتى نطيب ان هذه الحشوة اللي رح نحتمدوها في المطلوع تعنا وطبيعة الحالة اللي رح نضيفو لها اضافة اخرى من بعد رجعوه اللي عجين تعنا ليدضعف الحجم تعهو شوفوا القوام تعهو ومشاء الله وبما انه فيه الزبدارة وميت يعني رح تسهل عليكم العملية من بعد لنا رح نقسموه الى عشر كوريات هذا الكيميار رح تديننا عشر خبزات من توسطين في الحجم طبيعة الحال من دلهمش كبار من دلهمش صغر وايضا يجيو خفاف ما شاء الله انا صراحة هما في الامانة يدلو لكم عشرة ولكن انا كبرتهم شوية دلولي تسع بعد من بوليهم نغطيهم زيادهم حوالي عشر دقائق ومن بعد نفتحوهم اللي هنا تحبووا تفتحوهم بيديكم بهذه الطريقة السمك اللي بغيتوه انتوما كما نقولو احنا الحجم اللي بغيتوه انتوما وبنفس طريقات قادروا تتفتحوهم اللي هنا بالقنط باش تسهل عليكم العملية ونحطوهم على جهة بطبيعة الحال نزيدو نخليهم كما ندلو كسرة الخميرة نزيدو نخليهم يضع في الحجم تحوالي عشر دقائق اخرى ومن بعد لنا نحطو طاجين ونطيبوه كما نطيبو المطلوع العادي نقلبوه على الوجهين ونزيدو نحوشيوهم كما نقولو احنا نطيبوهم على الجوانب وهذه هي النتيجة يجيوهم ما شاء الله خفاف روعة والداخل ايضا ما همشي مع الجنين راح تشوفوا النتيجة بعينيكم عفون راح نقولكم تشوفوا النتيجة بيديكم بالنسبة للحجوة اللي هنا كما اشتدرت لي فريت عندها اضم فرما شطرت ليس هذا من مجموعة تباتنا تشيز مخدوم ثلاثة اجبن العلبة السوداء هذا في العلبة الصغيرة والعلبة الكبيرة وراهم وجود في السيبيرات عفوا وعندي الهنا مايوناز اللي ختمتها انا يا دائما نخدمها معاكم في قاناتي حبا بيضو شوية زيت ملح فلفل لكحل الكرن نكر كما يقولو شاوي من بعد الهنا نفتحوه للمطلوعات تاعنا بهذه الطريقة ونحطوه فيهم او اول حاجة نقيت عليوا الهنا شوية تعفرماج بالنسبة للفرماج كما قد تكون تقولو في السيبيرات درت ايضا هذو كل لي فريت ودرت ايضا شوية تعبصل وعننا هذو الحشواء ايضا تعلا فيونداشين ديرو شوية ما تكثروش بززاف باش تكفيكم وعننا المايوناز باش يجينا مش مخيم وممكن ما يحبوش مايوناز يديرو ساصة الجبن يعني كريمت الجبن قد يديرو بلا كرن فراش وعندي ايضا فرماج هذا تاع البورجر كما ممكن ديرو فرماج الابي كما تحبو واذا حبيت الفرماج تاك يذوب فقط ترجعها للطاجين قلبها من من مرة مرة ونضيعليك نزيدو بنفس الطريقة نيطالي والفرماج نحطو لي فريد تعنا نحطو شوية تعبصل نحطو هذي كل الافيونداشي أو الحشوة تعالافيونداشي نحطو مايوناز أو كريمت الجبن نزيدو فرماج رابي ولا فرماج البورجر تقدروا تديرو كاشير تقدروا تديرو بسلاة طال الطماطم وش تحبو وهذه هي النتيجة الاخيرة عنا مطلوعات محشيين بحشوة خفيفة بزاف بنينة وأيضا جيم شمخة مايجوشنا شفين ما شاء الله رح نقسم معكم حبة باش شوفوها كيف هجت في الاخير أيضا كما قلتكم قاومة العجين جد خفيف وسهلة فالتحذر ما تديش منكم وقت كبير يعني تقدري تحذري هذ الوصفة وفي نفس الوقت رح كيتخدمي في خدمة اخرى إذن هذه رح نقسم معكم حبة باش شوفوها باش شوفوا الطراوة شوفوا الخفة شوف والله العظيم غير ما شاء الله إذن جربوا هذا الوصف وخديوا لي أراكم في التعليقات أما ذوك رح نروحوا للوصفة الثانية اللي هي عبارة عن سبيعات نبدأ على بركة الله أول حاجة لنا عندي حبة على البيض تكون كبيرة في الحجم وتكون درجة حرارة الغرفة دائما نقولكم الحلويات المسكوتة ولا ينطارت ولا لازم البيض يكون درجة حرارة الغرفة لدينا قرصة تعمل وراح نكيلو هنا باقي المكونات بالفنجال عندي اللي هنا فنجال تاع سكر هذا الفنجال تاع القهوة نديرو فنجال سكر نعمروه جيدا ونخلطو مليح حتى نذوبو هذا السكر مع البيض من بعد اللي هنا نزيدو نضيفو الزيت فنجال زيت بنفس الكيلة فنجال زيت ونديرو أيضا نزيدو كي نضيفو ذلك الزيت ونزيدو نخلطو بالفوي جيدا ومن بعد نزيدو فنجال تاع حليب ونخلطو مليح بالفوي كل ما نضيفوه يعني مكون نخلطو وعندي الهنا بالنسبة للناس اللي عندهم لفاني اللي ما عندهمش أنا درت الهنا كيمياء قليلة من نكهة الليمون واللي هنا نكملو بالفارينة الهنا صراحة ان الفارينة دات لي سبع في نجل ونص وعندي كيس خميرة كيميائية نديرو هو الاخير كما قلتكم الفارينة دات لي سبع في نجل ونص انتم ما حس بالنوعية تعاكم تعالفارينة ممكن تديركم اقل ممكن اكثر مع لباليش لانا ما نعتلكمش فقط ان يقول لكم للامانة دات لي سبع في نجل ونص انتع فارينة العجنة اللي هنا تخليوها طريقة ما تيبسوهاش بزاف كما كنت شوفوا اللي هنا بقات لي نصفنجل يعني سبع ونص كلش هذا هو العجن هذا هو القوام تاعه يعني يكون يتماسك نوعا ما في اليد من بعدها تقدري تخدمي غير بيديك اللي هنا انا درت كسره هنا باش تجي لازم الحبة كتة تحطيها في لك الزيت تتغطس يعني تجي تطعب الدرجة لتحتها بهذا الشكل وتقعدين مرة مرة تقلبي فيهم حتى يطيبوا لازم النار تكون متوسطة ولا اقل من متوسطة شوية باش اطيب لكم لدخل وبراء ورح يتشقو لكم ولكن ما كان حتى مشكل هذا كوي شكلهم شوفوا كيفاش في البداية لازم ترقوهم متخشنوهم شا تنصيو وطوليهم شوية باش يجيوا يكملها هذا هي ونقعدون قلبوا فيهم حتى يتحمرون بهذا الشكل بعد ما يتحمرون قطرهم بليح من هذيك الزيت ونحطهم ديركت في السكر السكر ديري فيه صحن وتحطهم في السكر ونبعد ترمدين في ذاك السكر جيدا باش يهزوا ذاك السكر وتحطهم في السحن تقدم وتقدميهم العائلتك سواء فطر صباح فطر مساء يعني قهوة عصر ولا تعطيهم لومجة لأطفالتك والله العظيم يحكموا هذك القوام تحهم القوام تحهم الداخل يجيوا طريين وفيهم على براء قرمشا ما شاء الله هذا الوصفة هذه الزوغ تحاكمة هذك اللي يتبعوه في المحلات يدرون في السكر يخرجوهم في اللمباط إذن هذه الكيفية تعنات عنها اليوم تبني أنتنا لإعجابكم إذا عجبتكم لفديو تعنات عنها اليوم مع لكم إلا تكتروني من الليجام تكومونتي وليس في الله فيديو إذا عجبتكم قناتي مع لكم إلا دلوا اشتراك ولا آبوني ولا سبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش وصلكم كل جديد ما قلن يقول لكم شاهدكم بالصحة تلقوا فعد آخر مع وصفة أخرى تلقوا في روحكم السلام عليكم